بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع في يحكى أنا وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتبقى موجودة في فترات كتيرة من الحلقة ممكن حضراتكم تستخدموا وسائل التواصل دي علشان ترجعوا لأي جزء من محتوى حلقتنا السابقة وممكن كمان تبعت لنا تعليقاتكم أو أسئلتكم واللي بنخصص لها حلقات كاملة بإذن الله النهاردة إن شاء الله هنتكلم في أكثر من موضوع حسب طبعا ما فترة الحلقة ممكن تكفي وهنبدأ الموضوع على طول بحالة كده أو موضوع بيخص الأب والأم لأول مرة مش عايزة أقول الأسرة كلها يعني المواصفات بتاعة المولود اللي هي القياسية بعد الولادة أول ما بيحصل عملية الولادة بيكون كل الناس يعني بما في ذلك الأم اللي داخل غرفة الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو ولادة قيصرية بيبقوا عايزين يعرفوا ابنهم أخبروا إيه أو بنتهم يعني المولود ده أخبروا إيه خلاص فعلشان كده أنا عايز أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن مواصفات المولود القياسية بعد الولادة وهكلمكم عن حاجة تانية برضو خاصة بوقت الولادة مواصفات المولود القياسية بعد الولادة هنبتدي بالوزن الوزن القياسي القياسي هنا معناه الوزن المثالي يعني المثالي اللي هو إيه بيكون من 3 كيلو و300 جرام إلى 3 كيلو و500 جرام اللي هو 3 كيلو ونص طيب الوزن ده له شرط يعني عشان يتحقق له شرط إيه هو الشرط الشرط هو قضاء فترة حمل يعني إن المولود ده يكون قضى فترة حمل داخل رحم الأم فترة حمل لا تقل عن 40 أسبوع وبناء على المعلومة دي لازم أعرف حضراتكم إن وزن المولود وقت الولادة سواء كان ولد أو بنت بيعتمد على بعض العوامل غير فترة الحمل أهم العوامل دي إيه يعني إن الطفل يتولد بالوزن المثالي ده اللي هو ما بين 3 كيلو و300 و3 كيلو ونص إيه أهم العوامل اللي بتأثر في إن الولود سواء ولد أو بنت يكون بالوزن القياسي ده أو الوزن المثالي ده أول هذه العوامل هو جودة التغذية الخاصة بالأم خلال فترة الحمل وأنا هنا بقول الجودة والجودة مش معناها زيادة كمية الأكل يعني إيه الجودة؟ يعني إن الأم تكون بتحصل على كل ما يتطلبه جسمها وجسم الجنين أو اللي هو اللي في مرحلة نموه ده كل العناصر الضرورية مش بالكمية المسألة مش بالكم ولكن بالكيف يعني تكون الأم بتحصل على البروتينات والدهون والمواد النشوية والفيتامينات والمعادن وبتشرب ميا كويس وهكذا خلاص؟ هنا الحالة دي إحنا بنسميها في الطب جودة التغذية خلاص؟ الجودة دي بتنعكس على وزن المولود وقت الولادة تمام؟ ده كان أول عامل يخلي وزن المولود سواء ولد أو بنت وقت الولادة يكون وزن مثالي طيب إيه تاني عامل؟ العامل التاني هو عدم إصابة الأم بأمراض معينة خلال فترة الحمل وكتير قوي من الأمهات بيعدي عليهم الحمل من غير أمراض وكتير من الأمهات بيعدي عليهم الحمل ويصابوا ببعض الأمراض بعض هذه الأمراض بيكون أمراض خفيفة وبعض الأمراض بتكون أمراض لقدر الله بتكون أمراض خطيرة لكن فيما يخص موضوع وزن المولود عند الولادة على رأس الأمراض اللي بنتكلم عنها هو أن تكون الأم غير مصابة بما يعرف بسكر الحمل يعني إيه سكر الحمل؟ يعني الأم تكون دخلة فترة الحمل بداية الحمل ما عندهاش سكر ما عندهاش مشكلة في مستوى حرق السكر في الجسم ولكن يجلها السكر ده خلال الحمل وبالمناسبة الحالة دي بتتعالج وبتختفي على طول بعد ما الولادة بتحصل عشان بس الناس ما تقلقش يعني طيب ليه سكر الحمل بالذات هو اللي اختصناه وهو اللي اتكلمت عنه فيما يخص موضوع الوزن لأن الإصابة بسكر الحمل إصابة الأم بسكر الحمل بتنعكس بشكل مباشر على الجنين ليه؟ بتؤدي إلى زيادة حجم المولود وقت الولادة يبقى هنا بقى المولود ينزل بزيادة في الوزن وليس نقصان ولكنها زيادة قد تكون مؤلئة وقد تكون مش كل زيادة حلوة في الطب عشان تبقوا عارفين يعني لما بنقول إن الأوزان بشكل عام بتاعة الأطفال الوزن المفروض يبقى كذا أو المتوسط بتاعه كذا فلو لقيتوا إن الوزن زايد ما تفرحوش لأن الوزن الزايد لما شكله بالضبط زي الوزن النقص خلاص كده في ناس بتعتبر يقولك لا ده وزنه أكتر بكتير من اللي قاله الدكتور ما نقولش بقى عشان العين وعشان الحسد لا ده لازم نعرف إيه سبب زيادة الوزن ده خلاص لأنه ربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء بمقدار فلما بنتكلم عن الوزن بنقول فيه رنج بنقول فيه متوسط الوزن بيكون من كذا لكذا الشهر الأول شهر الغايد شهر الثالث شهر السادس شهر وهكذا الزيادات الكبيرة في الوزن خطر زي بالضبط نقص الوزن طيب يبقى تكلمنا عن أول عامل يأثر في وزن المولود وقت الولادة وقلنا جودة التغذية الخاصة بالأم خلال فترة الحمل واتكلمنا عن تاني عامل وقلنا إصابة الأم دي لقدر الله ببعض الأمراض واختصينا من هذه الأمراض سكر الحمل طيب فيه حاجة تانية طبعا العامل التالت وهو الأهم اللي أنا قلته بقى في بداية كلامي وهي فترة الحمل إن الطفل يكون عدة عليه فترة حمل لا تقل عن أربعين أسبوع ليه؟ لأن كل ما أسابيع الحمل الأربعين دول يقلوا يعني لو بقوا تمانية وتلاتين لو بقوا ستة وتلاتين لو بقوا ربعة وتلاتين لو بقوا تلاتين ده على طول بيتناسب مع إن الوزن يقل وزن المولود فهمتوا قصدي؟ فيبقى الطفل اللي تولد بعد فترة حمل أربعين أسبوع أو عشر أشهر قمرية والشهر في الطب عندنا غريب جدا مش زي الأشهر العادية كل الشهر عندنا تمانية عشرين يوم تمام؟ عشان كده فترة الحمل هي ميتين وتمانين يوم إحنا بنسميها عشر أشهر قمرية أو أربعين أسبوع إذا يعني إذا بنتكلم بقى بالزبط تمام؟ طيب وزن المولود برضو وقت الولادة بيكون يعني زي ما قلتلكم مرتبط بعدد أسبوع الحمل طيب أنا طالما جبت السيرة طيب ما أقولها عشان برضو إيه؟ كتير من الأمهات تلاقيهم في حد يولد يقولك أنا ولدت في أول التاسع فكان كام حمل يعني الحمل بتاعك قدي تقوله مثلا تقولك كنا لسه في الأسبوع الستة وتلاتين أو فيه ناس تقولك أنا ولدت في الأسبوع الستة وتلاتين أو فيه ناس تقولك أنا ولدت بدري مش عارفين مصطلح اللي يقولك ده الطفل ده ابن سبعة ابن سبعة يعني يعني تولى عن سبعة تشهر طيب ما دي مناسبة حلوة طالما أنا جبت السيرة مناسبة حلوة إن أنا عرف حضراتكم على وزن المولود بحسب عدد أسابيع الحمل إيه رأيكم في الحكاة دي؟ يلا بينا نكتب ونحفظ ونعمل كل حاجة لو كانت فترة الحمل 28 أسبوع ودي فترة حمل قصيرة يعني مش بتكون فيها قلق كبير على المولود لو فترة الحمل كان 28 أسبوع يعني كان لازم يحصل الولادة عند 28 أسبوع أو حصلت بيكون وزن المولود المتوقع كيلو و300 جرام كيلو واحد و300 جرام بيبقى صغير قوي تمام؟ لو فترة الحمل كانت 30 أسبوع بيكون وزن المولود سواء ولد أو بنت كيلو و600 جرام لو فترة الحمل 32 أسبوع بيكون وزن المولود كيلو و900 جرام لو فترة الحمل كانت 34 أسبوع بيكون وزن المولود 2 كيلو و400 جرام لو فترة الحملة أو رحلة الحملة كانت 36 أسبوع 36 أسبوع اللي بدايت التاسع بقى بيكون وزن المولود 2 كيلو وتسعمية جرام يعني مقرب هو على التلتمية على التلاتة كيلو أصدي 38 أسبوع اللي هو في نص التاسع بيكون وزن المولود 3 كيلو ومية جرام أما المدة المثالية زي ما قلت لحضراتكم وهي 40 أسبوع فبيكون الوزن زي ما قلت لحضراتكم في بداية كلامي من هذه الحلقة بيكون الوزن من 3 كيلو وتلتمية جرام إلى 3 كيلو ونصف أو 3 كيلو وخمسمية جرام دي كانت أول نقطة في المواصفات القياسية لوزن المولود يعني أول حاجة تلاقوا حتى الأهل برا لما تتم عملية الولادة ويبتدي يخرج بقى التاقم الطبي تلاقوا ناس كده من العائلة الجدة العم الخالة يقولوا وزنه كويس بتطلع جملة تلقائية كده ليه؟ الوزن بتاع المولود وقت الولادة انعكاس لحاجات كتيرة قوي انعكاس لأنه هو في حالة إن شاء الله جيدة وفي حالة صحية كويسة ولو إننا هنعرف بعد كده بعد شوية إن شاء الله في الحلقة إن شاء الله هكلمكم عن موضوع بقى الحالة بقى بتاعت الطفل بتقيم الزي طيب نكمل بقى باقي المواصفات خلصنا الوزن باقي المواصفات القياسية أو المثالية للمولود وقت الولادة بتكون ايه؟ الطول الطول متوسط زي ما قلنا كده في الوزن من 3 كيلو و300 ل3 كيلو ونص متوسط الطول عند الولادة بيكون من 50 سنتي و8 ملي إلى خمسة يعني على فكرة 95% بـ 95% من الأطفال الموليد بيكون طولهم بيتراوح من 45 سنتي و7 ملي إلى 55 سنتي و9 ملي الرنج كبير لأن الطول زي ما اتفقنا من أكتر الحاجات الخاصة بالمولود اللي بتخطع لإيه؟ للعوامل الوراثية فاهمين قصدي؟ طيب نكمل محيط راس المولود آه بيتقاس كل الحاجات دي بتتقاس بيكون في المتوسط 33 سنتي المتوسط يعني المحيط الراس بنقيسه كده بالمزورة الطبية تمام؟ مع وجود طبعا فتحات خلفية وأمامية أنا بس عايز أشرح معنى الفتحات دي لأن في ناس ممكن تفتكر أنها فتحات بالمعنى المفهوم لا هي فتحات في العظام يعني إيه؟ يعني الجلد مغطيها يعني لما بنحط إيدينا طبعا كل الأباء والأمهات اللي عندهم أطفال أو موليد جدد أو حتى اللي أولادهم كبروا هيفتكروا اللي أنا بقوله ده لما بنمشي إيدينا كده بالراحة قوي على راس المولود هتبصوا تلاقوا فيه حتة زي ماكون فاضية بس متغطية بالجلد تمام؟ هي دي الفتحات اللي احنا قصدين عليه إن فيه فتحات فيه فتحة أمامية وفتحة خلفية تمام؟ بس متغطية بالجلد وكل حاجة الفتحات دي مع عملية النمو بتاعت الطفل بتقفل فالفتحة الخلفية مثلا بتقفل وبتكتمل مع باقي عظام راس المولود عنده عمر ستة شهر الفتحة الخلفية اللي هنا الفتحة الأمامية بقى بتكون هنا بالزبط كده بتقفل متأخر شوية بتقفل عنده عمر السنة وسبعة شهور طيب ايه تاني من المواصفات القياسية للمولود سواء ولد أو بنت وقت الولادة محيط الصدر محيط الصدر ده بنقيسه ومحيط الصدر عند المولود بيكون في المتوسط 34 سنتي اجمالا لما نبص كده على المولود لحظة الولادة أو أول ما بيخرج من غرفة الولادة أو غرفة العمليات بنبص على المولود بنلاقي إن حجم الراس بيكون كبير إذا ما قورن بجسم الطفل خلوا بالكم النقطة دي لأن فيه ناس كتير قوي يا ما ناس كتير قوي أبا أمهات يقولوا هو راسه كبيرة شوية لا هي راسه مش كبيرة هو حجم الراس طبعا هيباني إنه كبير مقارنة بباقي جسمه لكن هو الطبيعي كده الطبيعي كده وقت الولادة فما تقلقوش كمان هتلاحظوا إن الرجلين الطفل الساقين يعني بتكون رفيعة جدا يعني رفيعة بشكل كبير قوي طيب هل الطفل بيتولد بشعر ولا من غير شعر الشعر ممكن يكون خفيف وفي بعض الأحوال من غير شعر خالص وفي بعض الأحوال تقيل لكن في كل الأحوال مش ده شعر الطفل اللي هيكمل معاه هتقولولي يعني إيه هقولكو مصطلح بيقولوا بقى الناس الكبار البركة يقولوا ده شعر البطن يعني إيه شعر البطن يعني هذا الشعر هو المصاحب للجنين الذي كان مصاحبا للجنين خلال فترة الحمل تمام فلا يمكن طبيا نستشف منه أو نستنتج منه حالة الشعر عند الطفل ده أو الطفلة دي بعد كده يعني لما طفلة تتولد من غير شعر خالص ويا طفلة بنت فالأهل بقى الأب والأم والعيلة يقولوا يا أنا ريسود دي ما عندهاش شعر كده دي هتطلع شعرها قليل وشعرها خفيف خالص كلام ده خطأ والعكس صحيح لو الطفلة أو الطفلة تولد بشعر تقيل أحيانا فيها تولد بشعر تقيل كل الشعر ده بيقع بالتدريج وبيبتدي يطلع الشعر الجديد اللي هو شعر الطفل بقى اللي هو الخاص بمرحلة ما بعد الولادة ممكن كمان نشوف شعيرات دموية حمرة رفيعة جدا في وجه الطفل يعني لما نبص في وشه كده عند الخدود كده تبصوا تلاقي خطوط رفيعة قوي كده حمرة هي بتبقى شعيرات دموية فعلا تمام وده نتيجة ان البشرة بتكون شديدة الرقة والشعيرات الدموية بتبقى باينة منها كمان عينين الطفل بتكون حمرة وقت الولادة علشان كده على فكرة لو تفتكروا كمان في حلقات العيون اللي استضافنا فيها الأستاذ الدكتورة ريهام حلمي كنا تكلمنا عن قطرة العين الأطفال بعد عملية الولادة بروتين يعني بشكل روتين بشكل سابط لازم يتحطي لهم قطرة في العين وده لتجنب حدوث أي انفكشنز أو التهابات لقدر الله من ملابسات عملية الولادة هتقولولي طيب حتى في الولادة القيصرية أقول لكم حتى في الولادة القيصرية يعني قطرة العين دي ضرورية ولكن بصفة عامة العينين بتكون حمرة الوجه برضو بيكون عليه تجعيد يعني بيكون زي ما يكون مكرمش خلاص وأحيانا وجود بعض الكدمات الكدمات اللي هي زي ما يكون مخبوط هقول لكم آه ده له علاقة بعملية الولادة مش بالعنف يعني مش بأن الدكتور أو الدكتورة ده مثلا ولد الطفل بعنف لا أحيانا بتكون الولادة بتحتاج أن الطفل يتشد بطريقة معينة لو ولادة طبيعية حسب وضعية الطفل أو وضعية الجنين ما فيه أطفال بتنزل بالرأس وفيه أطفال بتنزل بطريقة تانية وهكذا فبيبقى فيه عملية كده عملية الولادة أثر الإيدين الطبية بتكون باينة بقى في الوش وأحيانا في الدراعات وكده وأحيانا كمان بنحتاج يعني طبعا في تخصص بقى الأمراض النساء والولادة مش في الأطفال إنهما بيمسكوا الطفل بيشدوه بطريقة معينة بأجهزة معينة ده بينعكس على شكل الطفل أو جلده فتلاقوا إنه وشه زي ما يكون محمر زي ما يكون مخبوط ما تقلقوش خالص خالص جلد الطفل بيكون مكارمش وبيكون عليه مادة اسمها فيرنيكس كازيوزا المادة دي مادة دهنية بتكون مصاحبة للجنين يعني للطفل ده أيما كان جنين طوال فترة الحمل عشان تحمي الجسم بعد الولادة المادة دي بتنزل شوية بشوية خلاص بتختفي يعني من تلقاء نفسها إحنا ما بيتدخلش فيها لكن ده بيخلي الجلد مكارمش شوية مكارمش يعني زي ما يكون كان عليه مية وده حقيقي إن الطفل كان جوه مية فعلا اللي هو السائل الأميوني وأخيرا اللون القرنفولي إن اللون الطفل بيكون لون أحمر وردي تمام؟ وهنرجع نتكلم تاني عن اللون ده وطبعا بيتم وضع مجبك طبي مكان الحبل السري وبيتساب المجبك الطبي ده يعني عشان بعد عملية الولادة وخلال أول 24 ساعة من المولود بيتم إعطاء المولود أول تطعيم إجباري في مكان الولادة وهو جرعة الميلاد من التطعيم ضد الالتهاب الكابدي الفيروسي به هنكمل كلامنا مع حضراتكم بس هنطلع لأول فاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتكم يحكى أنه مازال متواصد خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة في يحكى أنه واللي كلمنا في جزئها الأول عن مواصفات المولود القياسية بعد تمام عملية الولادة اتكلمنا كلام مهم وكلام من شأنه أن يطمئن أو أن يدخل الطمؤنينة على كل أب وكل أم وكل عيلة بتنتظر مولود جديد اتكلمنا عن المواصفات القياسية اللي بتكون فعلا هاجس كبير قوي يا ترى ابننا ده تولد كويس ولا في حاجة ولا في أي مشكلة لقدر الله اتكلمنا عن الوزن الخاص بالطفل ساعة الولادة سواء كان طفل أو طفلة وقلنا أن ده علاقة مباشرة بعوامل كتير قوي منها عدد أسابيع الحمل والحالة التغذية اللي كانت عليها الأم وأثناء الحمل يعني والحالة المرضية أي حالة مرضية أصابتها اتكلمنا عن المواصفات بقى مش بس الوزن الطول ومحيط الرأس ومحيط الصدر اتكلمنا عن حاجات كتير وشكل الوجه وشكل الرجلين ارجعوا للجزء ده على وسائل التواصل إذا حابين أنكم تعيدوا أو يعني يبقى فيه استعادة لهذه المعلومات أو أنكم تشاركوها مع أي حد وقلنا كمان أن بيتم وضع مجبك طبي مكان الحبل السري الحبل السري اللي بيتم قصه قصه طبيا يعني اللي هو اللي بيكون فيه اتصال ما بين الجنين وجسم الأم وبيتحط مجبك كده والمجبك ده بيتساب على فكرة وخلال أول 24 ساعة من الولادة قلنا بيتم إعطاء المولود أول تطعيم إجباري وده بيتم فيه مكان الولادة خلاص وهي جرعة ضد الالتهاب الكابدي الفيروسي بيه على فكرة دي حقا كويسة قوي وما كانتش موجودة مثلا من حوالي 15-20 سنة تمام لازم كمان من ضمن مواصفات المولود القياسية بعد الولادة أن نسجل إضرار البول والبراز لأول مرة يعني إضرار البول لأول مرة كان إمتى وإخراج البراز لأول مرة كان إمتى وأخيرا عينة بتتاخد من كعب القدم عند الطفل كعب القدم بيتاخد منها عينة عين الدم يعني بنعرف من خلالها حاجات كتير قوي منها أو أهمها على الإطلاق مستوى هرمونات الغدى الضرقية واللي ليها علاقة مباشرة بنمو الطفل بعد كده على فكرة عينة الكعب دي زي ما قلتلكم ممكن يتعرف منها حاجات كتير تانية يعني غير هرمونات الغدى الضرقية زي مثلا مرض اسمه الفيناي الكيتونيوريا وزي مرض اسمه أنيميا الخلال منجلية وزي مرض اسمه الجالاكتوزيميا وبعض الأمراض الخلقية في القلب بتتعرف كمان من تحليل الكعب ده خلال أول أسبوعين من عمر الطفل بيتعمل كمان الفحص السمعي للأطفال وده الحقيقة بناء على مبادرة عظيمة هي مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الموليد الحكاية دي بقى ما كانتش موجودة خالص إلا من سنوات قليلة من يمكن أقل من خمس سنين وده يعني المبادرة دي ساهمت أن أطفال كتير قوي قوي يتم فحصهم يعني يكتشف عندهم مشاكل في السمع في وقت مبكر وإحنا اتفقنا في الطب أي اكتشاف مبكر لأي مرض التعامل معه وعلاجه بيكون أفضل بكتير قوي من إن إحنا نكتشفه في وقت متأخر تمام؟ بالمناسبة بمناسبة عينة الكعب لو طفل تولد بعد فترة حمل أقل من 28 أسبوع يعني خلاص أو يعني عند الأسبوع من 28 إلى 32 لازم يعاد تاني عينة الكعب دي بعد حوالي أسبوعين طيب كده اتكلمنا عن أول موضوع في حلقة النهاردة وهو المواصفات القياسية للمولود وقت الميلاد أو لحظة الميلاد واتكلمنا كمان عن التطعيم اللي بيتاخد في مكان الولادة واتكلمنا عن عينة الكعب طيب دلوقتي هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن حاجة ليه علاقة برضو بالموليد الجدد لكنها حاجة بقى طبية حاجة اسمها مقياس أبجر أو أبجر سكور تمام؟ أبجر سكور أو مقياس أبجر اتكلمنا عن المواصفات القياسية الجسمانية للمولود بعد الولادة لكن أنا دلوقتي بقى عايز أعرف حضراتكم على مقياس طبي يعني إيه مقياس طبي؟ يعني الأطباء هم اللي بيعملوه للمولود بعد الولادة وده بيتم داخل غرفة الولادة إذا كانت لولادة طبيعية أو غرفة العمليات في حالة الولادة القيصرية طيب حد دلوقتي حالا دلوقتي من اللي بيتفرجوا علينا كده يقول طيب لما هو مقياس طبي إيه ضرورة إن إحنا نعرفه أو نعرف عنه؟ هم؟ هقول لكم الإجابة الإجابة أننا أولا لازم نبقى عارفين التقييم الطبي لحالة الطفل لأن اللي تولد ده ابننا أو بنتنا يعني ده من صميم حقوقنا يعني ومن صميم الفطرة الإنسانية إن إحنا نبقى عارفين طبيا هو حالته إيه؟ ثانيا وده الأهم لأنه بناء على نتيجة التقييم ده اللي هو الأبجر سكور ده بيتاخد قرارات مهمة جدا خاصة بالمولود أقول لكم قرارات زي إيه؟ هقول لكم زي إنه مثلا إنه يخرج بسلامة الله مع ممته وبابا بعد تمام عملية الولادة في الولادة الطبيعية أحيانا بيخرجوا بعد يعني في نهاية اليوم وأوقات كتيرة دلوقتي بقوا ميفضلوا إنه يخرج صباح اليوم التالي في الولادة الطبيعية يعني في الولادة الطبيعية الطفل وممته بيخرجوا من المستشفى بيغدروا مكان الولادة في الولادة الطبيعية يأما في نهاية اليوم لو كانت الولادة تمت بدري يأما في تاني يوم الصبح أو في حالة الولادة القيصرية أحيانا بيبقى برضو الاحتياج إلى المستشفى إنه الطفل بيقعد في المستشفى يعني حوالي أقل من 48 ساعة يعني الأم والطفل بيخرجوا بسلامة الله على طول وده أمر اللو علاقة كمان هنا بالأم بقى أكتر مش بس بالمولود لأنه الأم بتكون عاملة عملية اسمها الولادة القيصرية يبقى ده أول قرار بيتاخد بناء على مقياس أبجر أو أبجر سكور ممكن يتاخد قرار أن الطفل ده لقدر الله محتاج رعاية طبية طب رعاية طبية بقى من أي درجة رعاية طبية متوسطة مثلا أو لقدر الله هيحتاج ما هو أكثر من ذلك زي الرعاية المركزة مش أنتوا تسمعوا عن أطفال يقولوا الطفل ده محتاج أنه يدخل الحضانة القرار ده أنه يدخل الحضانة أو ما يدخلش الحضانة أو هنحطه تحت الملاحظة شوية أو محتاج حاجة اسمها رعاية متوسطة كل القرارات المهمة دي الخاصة بمولودكم ولد أو بنت أو خاصة بحضراتكم كأم وأب جداد ليها علاقة بالتقييم الطبي اللي أنا هكلم حضراتكم عليه وهو مقياس أبجر أو الأبجر سكور أبجر سكور ده مبدئيا اسمه كده نسبة إلى من وضعت قصص هذا التقييم لازم نتكلم عنه أي حد أفادة البشرية بشيء لازم نجيب سرته ولو بعد عشرات السنين ومن وضع هذا التقييم هي دكتورة أمريكية اسمها فيرجينيا أبجر واتولدت هي في يوم 7 يونيو عام 1909 وتوفاها الله في السابع من أغسطس عام 1974 هي بالأساس كانت طبيب التخدير بالمناسبة وتعتبر من مؤسسين علم ملاحظات حديثي الولادة وتشوهات الولادة وبالمناسبة برضو هي تخرجت واشتغلت في كليات الأطباء والجراحين في جامعة كولومبيا طيب مقياس أبجر ده بقى بيتعمل إيه؟ بيتعمل خلال دقيقة يعني بيتعمل بعد دقيقة واحدة من الولادة وبعد خمس دقايق يعني كل الناس اللي بيخرجوا بكارت الولادة كده تلاقوا من ضمن المستندات اللي الطفل بيخرج بيها أو يعني بنخرج بيها فتلاقوا مكتوب من قياس أبجر بعد after one minute لقوا رقم after five minute بتلاقوا رقم لأنه بيتم عمله بعد دقيقة من الولادة وبعد خمس دقايق من الولادة طيب هو عبارة عن إيه بقى الأبجر سكور اللي أنا عايز حضراتكو تعرفوا عنه ده هو عبارة عن تقييم خمس جوانب رئيسية عن المولود بنقيم خمس حاجات خاصة بالمولود مالهاش دعوا بقى بالوزن مالهاش دعوا بالطول مالهاش دعوا بمحيط الصدر ومحيط الرأس خالص خالص دي حاجات بقى تانية خالص إيه هم بقى الخمس محاور أو الخمس عناصر اللي بنقيمهم في أبجر سكور ده أولا لون المولود ثانيا النبض اللي هو معدل ضربات قلب المولود ثالثا الاستجابة للمؤثرات رابعا قوة العضلات عند المولود المولود ده عنده قوة عضلات آه طب أنا عنده قوة عضلات وخامسا معدل التنفس خمس نقط كل نقطة من النقطة الخمسة دول بتاخد درجة في التقييم أقل درجة كام صفر وأعلى درجة اتنين خليني بقى أشرح لحضراتكم بتفصيل أكبر عشان تبقى الأمور إيه واضحة جدا لحضراتكم يعني إذا كان لون المولود مش احنا قلنا أن أول عنصر بيقيم هو لون المولود إذا كان لون المولود شاحب لونه شاحب خالص فبياخد صفر إذا كان لون المولود بين اللون الشاحب إلى اللون الأزرق فالمولود ياخد واحد أما إذا كان لون المولود زي ما لسه عيليم من شوية هو اللون الأحمر القرنفولي أو الأحمر الوردي ها؟ قلنا لسه قبل كده الحكاية دي فالمولود هنا ياخد اتنين في التقييم تمام كده؟ نكمل قلنا تاني عنصر بيقايم إيه؟ النبض اللي هو معدل ضربات قلب المولود إذا كان النقطة غير مسموع مش قادرين نسمعه بالسماعة خلاص؟ فالمولود في النقطة دي بياخد صفر إذا كان معدل ضربات القلب أقل من مية في الدقيقة تقولوا لي مية؟ أقول لكم آه ما هم ضربات القلب عند الموليد وعند الأطفال أكتر بكتير من الكبار إذا كان المعدل أقل من مية ياخد واحد إذا كان معدل ضربات قلب المولود أكتر من مية ده ده المثالي فالمولود ياخد اتنين إيبه ده تاني عنصر قيمناه في أفجر سكور طيب إيه العنصر التالت؟ قلنا الاستجابة للمؤثرات الاستجابة للمؤثرات إذا ما كانش فيه استجابة خالص للمؤثرات فالمولود في التقييم ياخد صفر المؤثرات دي حاجات بنعملها كده معانا بنشوف رد فعل الطفل عارفين الحاجات اللي هي زي مثلا ما نمشي حاجة اللي هم بيعملوها كانوا أسازة أو أطباء المخ والأعصاب أو زي البتاعة اللي بتتخبت على الرجبة فتلاقي الرجل تنتر كده هي فيه اختبارات كده بنسميها الاستجابة للمؤثرات دي اللي يسميها المؤثرات الخارجية فإذا ما كانش فيه استجابة الطفل ياخد إيه؟ المولود إذا كانت الاستجابة مجرد تكشيرة أن الطفل كشر ياخد واحد أما إذا كانت الاستجابة للمؤثرات في صورة بكاء أن الطفل عيط فالمولود هنا ياخد أعلى درجة في التقييم وهي اتنين على فكرة عياط المولود ده مهمة أوي مش فاكرين أكيد كلنا فاكرين فيه مشاهد كده سينمائية وتلفزيون تلاقي الطفل لما يتولد لو يقعدوا يخبطوا على ظهره خلاص عشان يعيط الطفل اللي ما بيعيطش ساعة الولادة ده بيكون مؤلئ جدا وصوت العياط ده دايما كانوا بلغة بقى السينما يقطعوا على الأب بره اللي هو بيبقى واقف بره ونلاقيه بقى أنه هو إيه على وشه كده ري أكشن اللي هو الحمد لله والحاجات دي كلها وده طبعا ده اللي بيحصل في الحقيقة مش في التمثيل وبس يا فبكاء الطفل هنا رغم أنه هو بكاء بس ده من أكتر الأصوات المطمئنة للأطباء للأطباء داخل مكان الولادة سواء غرفة عمليات أو غرفة ولادة في حالة الولادة الطبيعية أو للأهل بره طبعا الأهل بره ما بيسمعوش قوي لأن المسائل ما بتبقاش مفتوحة كده على البحر بس ممكن برضو يسمع فلو الطفل كان الاستجابة المؤثرات النوعية ياخد اتنين ياخد أعلى درجة في التقييم ها فاضل كده كم نقطة في التقييم فاضل نقطتين ايه هم قوة العضلات ومعدل التنافس هنبدأ بقوة العضلات إذا كانت عضلات المولود رخوة يعني سايب من بعضه كده ياخد صفر طيب إذا كان فيها بعض الحركة يعني فيها بعض المقاومة ياخد واحد وإذا كانت العضلات فيها نشاط فالمولود ياخد اتنين وأخيرا تنفس المولود إذا كان غير موجود أو غير ملاحظ بمعنى أدق فالمولود ياخد صفر غير ملاحظ من مين؟ من الأطباء يعني أنتم باخدين بالكو فهنا التقييم ده مهم جدا وإذا كان تنفس المولود بطيء وغير منتظم فالمولود ياخد واحد في التقييم أما إذا كان معدل التنافس جيد ومع بكاء كمان فياخد اتنين زي ما عرفته كده خمس جوانب يتراوح تقييمهم من صفر الاثنين في كل نقطة طيب نتيجة التقييم ده بقى بتكون إيه؟ وإيه اللي بيحصل بعد حساب الدرجات دي؟ هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتكم هنعرف بقى عملنا إيه بالسكور ده أو بالأرقام اللي طلعت دي فاصل ونرجع يحكى أنه مازال متواصل خليكم عنه أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثالث من حلقتنا النهاردة الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة في يحكى أن بدأنا الحلقة بالكلام عن المواصفات القياسية اللي هي المواصفات المثالية يعني الجسمانية للمولود سواء كان ولد أو بنت وقت الولادة وبعدين اتكلمنا عن حاجات كتير يعني وبعدين اتكلمنا عن حاجة اسمها مقياس أبجر أو أبجر سكور وقلنا أنه مقياس طبي بيتم إجراؤه بعد دقيقة واحدة ثم يعاد بعد خمس دقائق من تمام عملية الولادة بيتم في مكان الولادة سواء كان الولادة طبيعية في غرفة الولادة الطبيعية أو في غرفة العمليات إذا كانت الولادة قيصرية وشرحت لحضراتكم ليه إحنا لازم نهتم ونبقى عارفين كأباء وأمهات ليه لازم نبقى عارفين الأبجر سكور ده السكور بتاع ابننا أو الدرجات اللي خدها ابننا أو بنتنا لحظة الولادة لأنه قلنا بيترتب عليها قرارات مهمة جدا خاصة بهذا المولود اللي لسه مولود سواء كان ولد أو بنت وقلنا أنهما خمس محاور بيقيم على أساسهم أو هما قوام هذا التقييم اللي عايز يرجع لهذه الأجزاء يرجع على وسائل التواصل واللي عنده أي حد في محيط عيلته أو أصدقاؤه على وش ولادة زي ما بيقولوا يعني أكون شاكر جدا أنه تشاركوا بعض هذه الأجزاء علشان يتطمنوا وتبقوا عملتوا حاجة جميلة من خلال وسائل التواصل طيب التقييم ده احنا قلنا بيتعامل بعد مرور دقيقة بالزبط من تمام عملية الولادة ثم يعاد بعد خمس دقايق الدرجات بقى دي بنعمل بها إيه أولا نشوف قيمتها إذا كان تقييم المولود ما احنا قلنا هما خمسة خمس محاور أقل تقييم في كل نقطة أقل تقييم صفر التاني التاني تقييم واحد أعلى تقييم اتنين يبقى معنى كده إيه إنه أعلى تقييم خالص في الخمسة بياخد عشرة خلاص كده لأنه خمسة في اتنين طيب تقييم المولود بقى في أبجر سكور ده إذا كان النتيجة ما بين رقم سبعة وعشرة الله ده معنى إيه معنى إيه ما بين سبعة وعشرة معنى أنه ممكن عنصر من الخمسة ما يكونش بيرفكت ما يكونش مثالي ما ياخدش اتنين لأنه لو كان خد اتنين كان بقى ام عشرة إنما لأ نتيجة التقييم بيقولك إيه لو النتيجة طلعت ما بين سبعة وعشرة وتكررت يعني النتيجة دي في المرتين فده معنى أن المولود ده في حالة طبية ممتازة الله يعني كده مش محتاج لا يحتاج أي تدخل أو رعاية طبية طيب إذا كان تقييم الطفل ما بين أربعة وستة في أي مقياس من الاتنين يعني الشرط إن إحنا في المرتين يكون ما بين سبعة وعشرة يبقى هو تمام ما بين أربعة وستة فده معنى احتياج المولود ده إلى ما يعرف بالرعاية الطبية المتوسطة يعني اللي هو إيه بنختزلها إحنا أو بنشرحها لحضراتكم في المستشفى دي نقول إيه هيفضل تحت الملاحظة شوي طبعا هي جملة مقلئة ولكن تحت الملاحظة إنتوا عشان تبقوا عارفين يعني دي اسمها رعاية طبية متوسطة طيب أمال بقى إيه الألق إيه بقى إن شاء الله ما يبقاش فيه ألق وكل حاجة ليه حلول أما إذا كان قيمة نتائج التقييم أقل من أربعة فده معناه أن هذا المولود سواء ولد أو بنت في احتياج إلى التدخل الطبي العاجل من خلال الرعاية المركزة للأطفال واللي هي تعرف بالحضانة ما الحضانة دي هي الرعاية المركزة على فكرة بس بتاعة الأطفال تمام كده ده كان كلامنا عن مقياس أبجر وأهميته ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية لينا جميعا والأطفالنا قبل مننا هكلم حضراتكم بقى عن موضوع تالت دلوقتي في حلقة النهاردة وهو عن عملية الطهارة للأطفال الذكور العملية دي أو الموضوع ده برضو فيه لغط شوية وفيه ناس بتختلف عليها المعلومات أو بيبقى عندهم تشوش لأن بيلقوا ناس بتتكلم في مواعيد إجراء الجراحة دي وهي جراحة بالمناسبة يعني بس مش جراحة ميجور مش جراحة عظمى يعني تمام وفيه ناس تانية يقولك لا أنا ابني يقولك أنا عملوله عملية الطهارة دي وقت الولادة فواحد تاني يقولك لا ده أنا عملتها لما تم شهر ونص واحد تالت يقول الله ده احنا عملناها لابننا هو عنده 14 فكل واحد بيفتكر إن إيه يا ترى إيه الصح يا ترى إيه الغلط ها وطبعا أنا بتكلم عن طهارة الأطفال الذكور تمام طيب أول حاجة هنقولها هي الموعد المناسب للموضوع ده الموعد المناسب أو الموعد هنا بقى خلوني أستعير كلمة المثالي مش المناسب بيكون ما بين اختيارين أو معادين يعني الموعد الأول هو إنه يتم في نفس يوم الولادة في نفس اليوم وأحيانا بيتم بعد الولادة بدقائق يعني بيجي الطبيب المختص بإجراء هذه الجراحة وبالمناسبة في تخصص جراحة الأطفال اللي بيعمل العملية دي لهم ده كترة أمراض النساء والولادة ولا ده كترة التخدير ولا ده كترة الأطفال هقول تاني اللي بيعمل عملية طهارة للأطفال الذكور مش ده كترة النساء والولادة ومش ده كترة الأطفال ومش ده كترة التخدير أمال إيه التخصص بتاعهم تخصص جراحة الأطفال يبقى أول معاد إنه بتعمل وقت الولادة أو في نفس اليوم يعني تمام كده بيبقى بعدها بساعة بعدها بساعتين بعدها بتاعت ساعات الأفضل والأفضل أنه يتعامل في نفس الوقت يعني بعدها بدقائق كده من تمام عملية الولادة المعادة التاني المثالي أو المناسب قوي بيكون بعد فترة 30 يوم يعني شهر إلى 45 يوم من الولادة يعني من شهر إلى شهر ونص يعني الوقت بقى لو ما عملناش يوم الولادة نستنى من شهر إلى شهر ونص وعدين نعملها طيب حد أكيد سؤال مشروع يعني اشمعنا يا دكتور محمد الموعيد اللي انت بتقولها دي هي الموعيد اللي انت قلت عليها المثالية أو الموعيد المناسب قوي يعني هقول لكم بالنسبة للموعد الأول اللي هو يوم الولادة بيكون في ميزة كبيرة جدا وهي أن العملية بيتم إجراءها في نفس المكان الطبي اللي تمت فيه عملية الولادة الله طب وده مهم طبعا ده بيحقق الأمان الطبي تخيلوا كده معايا أن المكان الطبي اللي أجريت فيه عملية الولادة المستشفى يعني وأنا بقول هنا المكان الطبي بتكلم عن المستشفى ما بتكلمش عن عيادة طبية بتكلمش عن المستوصفات مع احترامي الشديد بس هقول لكم ليه بعد كده أنا قصدي أنا بخص بالذكر كلمة المستشفيات لأن هي دي اللي بيتم فيها عملية الولادة السليمة والآمنة تمام كده فإن العملية دي تجرى في نفس المكان الطبي دي ميزة كبيرة قوي المكان معقم والأدوات الطبية موجودة والطاقم الطبي موجود أمان فعشان كده احنا بنقول تحقق ميزة إيه؟ الأمان الطبي طيب هي دي الميزة الوحيدة؟ ده في ميزة تانية بقى أهم يعني عشان أن العملية دي تعمل في نفس يوم الولادة إيه هي الميزة دي؟ جزء من دم الأم مش الجنين الطفل يعني اللي تولد ده المولود البنت أو الولد والأم كانوا متصلين مع بعض من خلال الحبل السري جزء من دم الأم ما هو الجنين ده كان بياخد كل حجم الأم بياخد الدم بياخد الأكسوجين بياخد الأكل بياخد الفيتامينات المعادة كله كله فجزء من دم الأم بيكون داخل جسم المولود وده اللي هكلمكو فيه إن شاء الله إن شاء الله في حلقة قادمة يعني هكلمكو عن الموضوع برضو بيقلق ناس كتير قوي عن الصفرة تمام؟ هقولكو إيه تفسيره يعني يبقى فيه جزء من دم الأم ما هم متصلين ببعض ما هم ما فيش حاجز يعني منفعش نقول يا دي الحبل السري لغاية هنا دم الأم ولغاية هنا دم المولود لا ده هم ما دخلين في بعض لغاية ما بيتم قص الحبل السري وعملنا بمجبك زي ما قلنا في الحلقة تمام؟ ففيه جزء من دم الأم في دم المولود طب ده إيه أهمية الحكاية دي؟ دم الأم بيكون متوفر فيه العوامل الطبيعية للتجلط عوامل تجلط الدم الطبيعي اللي هو اللي بتساعد عوامل التجلط دي بتساعد على إيقاف النزيف بعد هذه العملية بطريقة طبيعية بالمناسبة عشان تبقوا فاهمين قصدي مش إحنا لما بنجرح كده أي جرح لقدر الله إحنا ككبار أو أطفال جرح أو جرح بسيط مش جرح عميق يعني خلاص ويبقى فيه دم نقولك إيه اضغط عليه كده دقيقة ولا حاجة يعني من دقيقة لخمس دقائق حتى وإحنا بناخد بنعمل تحاليل في المعمل تلاقوا الناس اللي بيعملو لنا التحاليل يقولك اضغط كده حضرتك هي الدم ده بيقف من دقيقة لخمس دقائق حسب الناس يعني حسب بقى العمر وحسب عوامل التجلط دي قد إيه وحسب حالة الكبد وحسب المريض ده بياخد أدوية سيولة ولا لأ المفروض الطبيعي إن احنا بعد ما بنضغط كده ما عملناش حاجة غير إن احنا ضغطنا كده نشيل إيدينا اللي هي الدم وقف الله هو الدم بيقف ليه عشان عوامل التجلط الطبيعية جسمنا عنده عوامل بتخلي الدم يقف لما يحصل نزيف يعني شوفوا رحمة ربنا بقى إنه النزيف ده يقف لوحده خلاص كده عوامل اسمع عوامل التجلط الطبيعية للدم خلاص فالعوامل دي اللي موجودة في دم الأم بتساعد على إيقاف النزيف بعد هذه العملية بطريقة طبيعية طيب ليه بقى الموعد التاني المفضل بيكون بعد 30 إلى 45 يوم بعد الولادة أمر له علاقة بالمعلومة الأولى اللي احنا قلناها إن ده الوقت اللي بيكون محتاجه الكبد عند الطفل عشان يوصل لمرحلة النشاط الوظيفي الكامل يعني إيه يعني الكبد كبد الطفل الطفل بتولد الكبد مكتمل التكوين وكل حاجة لكن لسه وظيفيا مش مكتمل الوظيفة ومن أهم وظائف الكبد تكوين العوامل الطبيعية للتجلط طيب العوامل دي بتتكون إمتى بعد الولادة بعد مرور من 30 إلى 45 يوم يبقى إجراء الجراحة دي قبل الفترة دي غلط يبقى قلنا يوم الولادة حلو علشان خاطر دم الأم بيوفر لنا الحماية بيوفر لنا عوامل التجلط ما حصلتش يوم الولادة لازم نستنى بقى يا 30 يوم يا 45 يوم بعد كده تتعمل عادي خالص كبد الطفل هنا بيكون تمام زي الفل كوين العوامل الطبيعية للتجلط الجرح بتاع عملية التهارة ده يساعد عوامل التجلط دي على إيقاف النزيف ومع إن الموعدين دول زي ما قلتلكه هم المعدين المناسبين جداً والمثاليين بالنسبة للطفل إلا إن في بعض الأطباء بيعملوا في أي وقت بعد عمر شهر ونص مش غلط بقى خلاص شهر ونص إن الطفل اكتملت عملية النشاط الوظيفي للكبد طبعاً العملية دي بتكون مؤلمة فالأطباء بيفضلوا إجراءها تحت تأثير البنج أو المخدر يعني عشان هي عملية مؤلمة لكن إذا تعملت في يوم الولادة مش بتتعمل بمخدر ماينفعش بقى ندي بنج للطفل لسه مولود فالعملية بتبقى إيه يعني جرح كده وعياته وبتقى خلاص والدنيا بتخلص وبتبقى زي الفل فهمته قصدي يبقى في أطباء زي ما قلتلكم بيعملوا العملية دي بعد عمر شهر ونص عادي خالص بيعملوها ولكن لازم تتعمل بالبنج بالمخدر يعني تمام وزي ما قلتلكم التخصص المسؤول عن إجراء طهارة الأطفال الذكور هو تخصص جراحة الأطفال وليس زي ما قلت ليس طبيب أمراض الأطفال وليس طبيب التخدير وليس طبيب أمراض النساء والولاد لالتقام مكان الجرح بتاع الطهارة دا بيحصل في حدود من أسبوع إلى أسبوعين من إجراء العملية خلاص وفي بعض الأحوال الأطباء بيطلبوا من الأم إن هم يعملوا غيار معين أو يغيروا على هذا الجرح وفي بعض الأحوال ما بيطلبوش وطبعا كل الكلام اللي حضرتكم سمعتوه دلوقتي في هذا الموضوع متعلق بإيه طهارة الأطفال الذكور الولاد لأن إجراء الجراحة دي للبنات جريمة جريمة علمية وجريمة قانونية يعاقب عليها القانون فلما بقول عملية الطهارة للأطفال أنا هنا بتكلم عن طهارة الأطفال الذكور خلوا بالكوا قوي من النقطة دي من نقطة العملية دي وإجراءها وياريت إن أنتو تبقوا في أثناء التحضير لعملية الولادة المكان الطبي اللي هتجرى فيه العملية أنتو كأب وأم تتكلموا مع الطبيب أو الطبيبة اللي هيكونوا مسؤولين عن عملية الولادة وتسألوهم هل عملية الطهارة إذا كانتو عارفين يعني أن المولود ولد هتعملوا العملية في نفس اليوم فهيقولوا لكم آه إحنا ممكن نعملها في نفس اليوم وبيبقى فيه إمضة كده بيمضي عليها القب في نفس يوم الولادة أنه هو موافق على إجراء الجراحة وعلى فكرة برضو آخر نقطة عايز أقولها الجراحة دي ما فيهاش لابس لأن هي قطعة زائدة من الجلد بتتشال يعني ما فيهاش يعني إيه ما فيهاش يعني مش عايز أقولها عبقرية بس لا هي طبعا فيها شطارة بس قصدي إيه مش عملية يعني صعبة أو مربكة وفي نفس الوقت أصلي الواحد برضو شاف يعني ناس كتير أو يقولك إيه قصدي هي ما تعملتش صح فإحنا داخلين نعملها تاني بعد ست شهور هو إيه اللي صح يعني العملية بسيطة خالح هي بتتعامل عملية بسيطة فطب نضمن إزاي أنها تتعامل صح أن تتم الولادة في مكان طبي آمن ومجهز وأقصد هنا للمرة التانية هو المستشفيات يعني فيه ناس يقولك أنا اتفقت مع الدكتور فناء هيولد مراتي في العياد العيادة مش مكان آمن للولاد ولا مكان ولاد طب ماذا لولا قدر الله حصل تعثر في عملية الولاد حصل صعوبات مصاحبة لعملية الولاد ها هنحلها إزاي بقى في العيادة دي لازم بقى ننزل ونجري ونطلب عربية إسعاف ونجري على أرب مساشطة طب ما نروح المستشفى من الأول المستوصف مع احترامي الشديد لكل ما يقدمه من خدمات إذا لم يكن هناك في المستوصف غرفة عمليات وغرفة ولاد قصدي مواصفات يا جماعة قياسية في العالم كله فاهمين قصدي ففي ناس برضو يعني إيه يعني إيه مش عارف أقولها إزاي بيحبوا الفصال يعني اللي هو طب هو المستشفى طب يا موضوع يتكلف هنا قد إيه طب في العيادة ممكن يتكلف قد إيه لا مفيش مقارنة أصلا والأطباء اللي يوافقوا يعني يبقوا مع يعني آسف يعني أنتوا كده ليه ليه بتدخلوا نفسكو في مخطرة طبية كبيرة تخص حياة مولود وتخص حياة أم وحدث جميل تنتظروا أسرة بالكامل وعيلة بالكامل يبقى الولادة تتم في مكان طبي مجهز والمقصود بهذه الجملة المستشفيات تمام والحمد لله يعني المستشفات الحكومية والمستشفات التأمين الصحي والمستشفات الخاص كله دلوقتي أصد دي حاجات قياسية زي ما أقولها لكم مفيش حاجة اسمها إيه أصد هنا غرفة الولادة أحلى مفيش حاجة اسمها كده أو هنا غرفة العمليات أحلى مفيش كده هي غرفة عمليات لها نظام وغرف العمليات لها درجات العملات الصغرى والعملات الكبرى يعني فيها درجات خلاص كده كان كلامي مع حضراتكم النهاردة كلمنا عن ثلاث موضوعات تكلمنا عن مواصفات المولود القياسية بعد الولادة المواصفات الجسمانية وتكلمنا عن مقياس أبجر وأهميته وأهمية إن إحنا نعرفه وقلنا هو عبارة عن إيه وأخيراً تكلمنا عن عمليات الطهارة للأطفال الذكور إن شاء الله إن شاء الله إذا ربنا أراد ألتقي بيكم الأسبوع الجاي في نفس اليوم ونفس الموعد وحلقة جديدة من يوحك أن السلام عليكم